كشفت الحكومة الفرنسية عن خطة واسعة لضبط المستفدين زوراً من المعونات الاجتماعية وتجديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي هذه المعونات ويستهدف الإجراء أساساً المتقاعدين الذين يعيشون خارج فرنسا ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الحكومة خطة لمكافحة التهرب الضريبي وبموجب الخطة الجديدة يتعين على من يستفيد من مخصصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوقة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقل عن تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر ووفقاً للوزير المسؤول عن الحسابات العامة جابريل أتال هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا نصف هؤلاء يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي وثلاثمائة ألف منهم في الجزائر وللحديث عن هذه الخطة الجديدة ينضم إلينا من باريس الباحث الاقتصادي دانييل ملحم أهلا بك أستاذ ملحم برأيك من هي الفئة المستهدفة من تجديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي المعونات الاجتماعية تحية لك سيداتي والمشهرين الكرام لا يمكن القول اليوم أن هناك فئة مستهدفة هناك عملياً نحن نعلم بشكل عام أن اليوم الدولة الفرنسية تستهدف إعادة التوازن للنظام المالي هناك الكثير من المواقع الأخيرة لذلك بدأت عملياً في إصلاحات سواء كانت إصلاحات نظام التقاعد إصلاحات سوق العمل إصلاحات أيضاً في النظام الضريبي واليوم يأتي الإنفاق الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي في الضمان الاجتماعي هناك العديد من الأشخاص المستفيدين هناك عملياً الإنفاق على الصحة يدخل فيها الإنفاق على الأشخاص الغير عاملين ولم يدخلوا في نظام البطلة هناك من الذين يستفيدون لم يستفيدوا من نظام التقاعد أيضاً يستطيع الاستفادة هناك العمل هناك السكن هناك العائلة وغيره وبالتالي هناك كطاعات مختلفة وهذا الإصلاح يستهدف هذا الكطاعات المختلفة لأنه بتقدير الدولة الفرنسية هناك هدر بين 6 إلى 8 مليار وهناك بعض تقارير تكلم عن 30 مليار ولكن الأرقام التي نعرفها هناك 30 مليار هدر في هذا الكطاع ويجب على الدولة استهدافه بالشكل المستهدفين الرئيسيين أنا بتقديري الخاص هو الأشخاص الغير عاملين الذين يستفيدون من هذا النظام هي الأرقام الذين يعملون كما نقول في الفرنسي أنوار أيب الأسود ويصرحون عملهم وهم نسبة كبيرة جداً وهنا أعتقد أن التقارير تكلم عن بين 2 إلى 2.3 مليار وبالتالي هي الطبقة الأولى المستهدفة 2 هم أعملياً المتقاعدين الذين يعيشون خارج الأراضي الفرنسية 3 كطاع الإنفاق على الصحة والذي خلال 3 سنوات الأخيرة انتفع بنسبة 10% سنوياً وبالتالي هذه 3 كطاعات المستهدفة بالنسبة للدولة الفرنسية لأنه عملياً الهدر فيها زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة طيب ما تتاعيات هذا القرار على 500 ألف متقاعد يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي معظم هؤلاء كما تعلمنا هربونا من غلاء المعيشة في فرنسا صحيح هناك الكثير اليوم نحن نعلم أن الكثير من المتقاعدين سيدتي هم فرنسيين يعيشون خارج الأراضي الفرنسية أو من المهاجرين الفرنسيين الذين يعيشون في الأراضي الفرنسية هناك نوعين اليوم الدولة الفرنسية عندما تستهدف هناك تقرير قامت به المالية العامة خلال عام 2022 ونشر في 15 ديسمبر 2022 تبين أن ما بين كل ألف متقاعد موجودين أن عمل على الجزائر فقط بينما بين كل ألف متقاعد في الجزائر هناك 300 غير مؤهلين للحصول هناك 15% وهذاك أرقام كبيرة جدا هم يتخطون المئة سنة مع أن نسبة في فرنسا التي تتخطون المئة سنة هي 2.5% وبالتالي هناك عمليا بعض الهدر الموجود في المتقاعدين لأنه يصعب عمليا التحكم بهم لذلك اليوم عندما تقول الدولة الفرنسية أن ما أعيد من بعض الأمور أن الحسابات البنكية لهؤلاء المتقاعدين يجب أن تعود إلى فرنسا يجب عودتهم إلى فرنسا 9 أشهر هذه عمليا لإعادة عمليا ووضع الإمار في الأمور في نصابها لماذا سيدتي؟ لأنه عمليا بدأنا نشهد اليوم أن الكثير من الهاكينغ التي يحصل على بعض الكطاعات وخاصة الحسابات الموجودة خارج الأراضي الفرنسية يصعب على الدولة التحكم فيها وهذا مبرز في لتوانيا أو العديد من دول أوروبا الشرقية وبالتالي حتى هذه الإصلاحات هي لمصلحة الأغلبية من المتقاعدين وليس من الأقلية التي تستفيد على ظهر الأغلبية المستحقة شكرا للأستاذ دانيال ملحم الباحث الاقتصادي على المداخلة من باريك